مثال آخر من سخافة الخوء وتفاهة آرائه مثال مضحك جدا لماذا آرائه سخيفة لأنه يحارب حديث العترة الطاهرة بقذارات علم الرجال الناصبي أقرأ عليكم من الجزء الأول من رسالته العملية التي عنوانها منهاج الصالحي هذه الطبعة الثامنة والعشرون ذو الحجة 1410 هجر قمري نشر مدينة العلم يعني أن الجهة الناشرة لهذه الرسالة مدينة العلم حي يسمى بمدينة العلم بناه الخوء في مدينة قم نشر مدينة العلم شارحة آية الله العظمى السيد الخوء في هذه الطبعة الخوء ألحق كتاب الجهات بشكل سريع في فقه العترة الطاهرة الجهاد متوقف زمان الغيبة ليس هناك من جهات أتحدث عن الجهاد الذي تتحدث آيات القرآن عنه الجهاد الذي تتحدث آيات القرآن عنه في الأعم الأغلب هو جهاد ابتدائي يعني أن المسلمين هم الذين يبدأون جهادهم الجهاد الابتدائي الجهاد الابتدائي الذي تحدثت عنه طائفة من آيات الجهاد في الكتاب الكريم متوقف زمان الغيبة لأن أئمتنا يشترطون في الجهاد الابتدائي أن يكون تحت راية الإمام الأصل أو من نصبه بشكل مباشر وواضح وخاص الجهاد لا بد أن يكون تحت راية الإمام المعصوم ومن هنا فإن الجهاد متوقف زمان غيبة الحجة بن الحسن فليس هناك من شيء اسمه جهاد نعم هناك دفاع قد يصطلح عليه الجهاد الدفاعي إذا ما هاجمنا العدو فهذا أمر لا يحتاج إلى فتوى الحيوانات تدافع عن نفسها هذا موضوع واضح لا حاجة للخوض فيه إذا ما هاجمنا العدو واعتدى علينا يجب علينا أن ندافع عن أنفسنا فهذا أمر لا نحتاج فيه إلى بحث وإلى تفصيل في القول المجنون إذا ما اعتدي علي يدافع عن نفسه حتى الأشجار الأشجار إذا ما ضغط عليها من جدار مثلا أو من صخرة أو من شيء صلب فإن الشجرة ستنحرف باتجاه معاكس لجهة الضغط المتولد من الجدار أو من الصخرة أو من أي شيء آخر الدفاع قضية فطرية موجودة عند الإنسان وعند الحيوان وعند الحيوان بل هي قضية موجودة في كل هذا الوجود فليس الحديث عن هذه النقطة الحديث عن الجهاد الابتدائي من أن المسلمين يجيشون الجيوش ويقصدون الأمم الأخرى والدول الأخرى لنشر الإسلام هذا الجهاد في فقه العترة لن يكون شرعيا إلا تحت راية الإمام المعصو نحن نتحدث عن زمان الغيبة ليس هناك من جهاد هذا الجهاد متوقف وممنوع ولا يجوز ليس جائزا هذا أمر خاص بالإمام المعصوم الإمام يجيزه بعصمته بحكمته أما أن يذهب المسلمون كي يعتدوا على الأمم الأخرى وفقا لرغبة خليفة أو سلطان أو لرغبة مرجع هذه جريمة عدوا وقرأوا ماذا ارتكب المسلمون من الجرائم الكبيرة حينما تحركت جيوشهم في خلافة الأول والثاني والثالث ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يحرخ جيشا باتجاه أي أمة من الأمم وإنما واجه الذين أرادوا تدمير الواقع الإسلامي ما أرادته عائشة أو ما أراده معاوية أو ما أراده الخوارج واجههم لأن هؤلاء خرجوا من الدين هؤلاء أرادوا تدمير الواقع الإسلامي مع كل عيوبه التي كانت قد توفرت فيه بسبب سقيفة بني ساعد أنا أنا لا أريد أن أنا هذا موضوع بحاجة إلى وقت طويل كي أدخل في تجاويفه وتفاصيله الخوء العملاق العملاق الخوء العملاق أنكر الروايات التي منعت الجهاد زمان الغيبة وذهب وتمسك بالآيات من دون الرجوع إلى حديث العترة تلاحظون في صفات مرجع التقليد لم يرجع إلى القرآن رجع إلى الرواية وضعفها بقذارات علم الرجال وهناك نقض بيعة الغدير فلم يتمسك بالكتاب والعترة هنا جاء إلى الروايات التي وردت عن الأئمة التي تمنع الجهاد الابتدائية زمان الغيبة نقضها ورجع وتمسك بالآيات لماذا لم تتمسك بالآيات في مواصفات مرجع التقليد تلاحظون العبث أنا قلت لكم من خلال متابعة لما كتب الخوع بقدر ما يستطيع أن يبتعد عن أهل البيت فإنه يبتعد وبقدر ما يستطيع أن يقترب من أعداء أهل البيت فإنه يفعل في روايتي مواصفات مرجع التقليد نفاها للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب له أو ممن له ثبات تام في معرفتهم صلوات الله عليه هنا أخذ يبتعد عن أهل البيت ويقترب إلى أعدائهم وهنا أيضا نفا الروايات التي تشترط الجهاد أن يكون بإذن الإمام المعصف نفاها ضعفها وتمسك بالآيات مثل ما يفعل النواصب الإرهاب هكذا نشأ تمسك بالآيات هذه الحركات الإرهابية تمسكت بآيات الجهاد وهذا الفقيه الشيعي الأثول فعلى نفس الشيء ومن هنا فإن الخوء شرع الجهاد الابتدائية زمان الغيبة مخالفا أحاديث أهل البيت أنا لست بصدد أن أناقش كلامه وإلا لجئتكم بالروايات التي تناولت هذا الموضوع الوقت لا يكفي أنا أريد أن أبين لكم كيف أن الخوء في منهجه ينقض بيعة الغدير يخالف حديث الثقلين بقدر ما يستطيع يذهب بعيدا عن منهج العترة إلى أقصى حد يستطيع أن يقوم به يلتصق إلى أبعد الحدود بمنهج مخالف ما هذه الحقائق بين أيديكم وحال السيستاني كذلك بغض النظر أكان متفقا مع الخوء في هذه المسألة أم لم يكن أنا أتحدث عن منهج فماذا يقول الخوء صفحة 365 من المصدر الذي أشرت إليه من الطبعة التي ذكرتها لكم وقد تحصل من ذلك مما تقدم من كلامه في رفضه لأحاديث أهل البيت وتمسكه بآيات الجهاد من دون أن يعود إلى ما قاله الأئمة نقض واضح لبيعة الغدير وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائطه وهو في زمن الغيبة الأئمة يقولون من أن الجهاد منوط بالإمام المعصوم الخوء ماذا يقول وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذو الخبرة في الموضوع من هم المسلمون من ذو الخبرة العسكريون مثلا السياسيون الأحزاب الشيعية مثلا السياسية العسكريون العسكريون الآن مثلا في جيش السيستاني من فدائه صدام مثلا هؤلاء هم الذين يشخصون الموضوع لو ذول الضباط الدمج اللي ينطو رتبة لواءه وما يعرف يقرأ ويكتب صدقوني في أحد المرات في سفرة إلى العراق في نقطة التفتيش أخرجت للعسكري الموجود الجواز العراقي جوازي العراقي أخرجته له ما كنت أحمل البطاقة المدنية فأخرجت له الجواز العراقي وكنت قد دخلت إلى العراق بجوازي العراقي هذا العسكري الواقف أخذ الجواز وبدأ يقلبه وسألني قل لي هذا الجواز مال يا دولة قلت له الجواز عراقي ما تشوفه عراق قلبه منا منا بعدين قال لي هو هذا الجواز العراقي منطانية وصدقوني في نقطة التفتيش هذا الكلام كان في نقطة التفتيش التي هي من جهة البصرة وفي نقطة التفتيش من جهة كربلا النقطة الرئيسة عند مدخل كربلا أعطيناه جوازاتنا البريطانية كنا عدة أشخاص الجنود حاروا في هذه الجوازات فأرسلوا إلى الضابط الضابط أيضا حار فيها حار في هذه الجوازات بعد ذلك سألنا قال هذه الجوازات تابعة لأي دولة هذا ضابط ضابط برتبة كبيرة ما كان يعرف هذا الجواز لأي دولة على أي حال هؤلاء هم يبدو الذين سيشخصون لنا قضية الجهاد وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذو الخبرة في الموضوع أن في الجهاد الموضوع معهم مصلحة للإسلام إلى آخر كلامه قطعا هو ماذا يقول وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار أساسا ولا يرتبط بها نهائيا إنه خائف من صدام لا يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع أنا أسأل هذا الفقيه الدماغسيس كيف سيقود الجيوش لأنه بعد ذلك سيقول من أن الفقيه هو الذي سيقود الجيوش مع وجود صدام لأنه قال بأنه لا يجوز القيام بوجه الظالمين هذا هو الذي يقوله وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار رأسا ولا يرتبط بها نهائيا يعني أن الخروج على الحاكم الظالم لا يجوز ولكن الخوع يريد أن يقود الجيوش كي يحارب الولايات المتحدة الأمريكية مثلا كي يحارب الكفار هذا تسمون هذا تسمون فقي ضراط فتاوى هذه فساوى في أي مكان نضع هذا الضراط نستمر مع هذا العملاق من الذي سيقود الجيوش لا أجد وقتا لقراءة كل الكلام لكنه هكذا يقول وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدد والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين المفروض يرى المسلمون على أي حال هذه الأخطاء النحوية موجودة في كتب مراجع الشيعة طولا وعرضا يرى المسلمون هكذا يفترض لأن المسلمين هنا فاعل مكتوب هنا يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم إلى أن يقول يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشراط فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة من باب القربة الضرورية الحسبة هي القربة الضرورية فهذا أمر ضروري لا يصح أن يترك بحسب ما قدم من مقدمات الخوء العملاق يتعين ذلك في الفقيه الجامع لشراط فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج يعني يعني مثلا الخوء هو الذي يقود الجيوش لأنه إذا تصدى غيره باعتبار هو يقول الذي يتصدى الفقيه الجامع للشراء والخوء كذلك فقيه جامع للشراء على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه إلى عدم تنفيذ الجهات بشكل مطلوب وكامل خلاصة كلامه الخوء عمد إلى الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة التي أوقفت الجهاد زمان الغيبة لأن الأئمة يشترطون في الجهاد الابتدائي أن يكون بإذن الإمام المعصوم الخوء عمد إلى تلك الروايات ونقض ثم ذهب إلى آيات الجهاد الابتدائي وتمسك بها فنقض بيعة الغدير ونقض حديث الثقلين من دون أن يجمع بين الآيات والروايات هذا هو الذي يبعده عن أهل البيت في روايتي مواصفات مرجع التقليد لم يرجع إلى الآيات لم يرجع إلى الآيات ذهب إلى علم الرجال الناصبي صدقوني هذا منهج الخوئي ومنهج مراجع النجف منذ الطوس وإلى السيستان في أي مسألة يجدون مجالا للابتعاد عن أهل البيت يذهبون بالاتجاه البعيد عن أهل البيت وهذه الأمثلة والشواهد أنا أطرحها بين أيديكم منذ ثلاثة أيام وصدقوني أستطيع أن أستمر إلى سنة كاملة أعرض فيها ما في كتب الخوئي وما عند السيستاني وما عند محمد باقر الصدر وما عند الطوسي وما عند مراجع الشيعة من زمان الطوسي إلى الآن فإنهم على منهج قذر واحد أينما يجدون مجالا للابتعاد عن أهل البيت يذهبون فيه وأينما يجدون مجالا كي يقتربوا من أعداء أهل البيت يذهبون فيه هذا هو الذي لمسته في كل كتب مراجع الشيعة منذ أكثر من أربعين سنة وأنا أتابع هذا الموضوع وما هذا الذي عرضته عليكم في هذه الحلقات إلا أنموذج إلا مثال وأمامكم أنا أضع الأشياء من الكتب والمصادر لا نقلت لكم من المصادر الفرعية ولا حدثتكم من المواقع الألكترونية ولا نقلت لكم من كتب أعداء مراجع الشيعة ولا نقلت لكم من كتب صغار مراجع الشيعة أحدثكم عن كبارهم ومن كتبهم وأمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية وبلسان عربي مبين وعلى عينك يا تاجر وهذه قذارة مراجع حوزة الطوس أمام أعينكم فماذا تقولون نذهب إلى فاصل إذن الخوئي هكذا يقول من أن الفقيهة الجامعة للشرائط هو الذي يقود جيوش الجهاد ومتى مع وجود الحاكم الظالم يعني أن الخوئي يجيش الجيوش وهو يقودها وصدام موجود في بغداد كيف يكون هذا هذا الكلام منطقي وحتى لو لم يكن الصدام موجودا في بغداد الخوئي الذي شخ في ثيابه لا لشيء لأنه سيلتقي بصدام التقى بصدام بالضبط مثل ما يقول المرجع المعاصر كمال الحيدري وهو أحد تلامذة الخوئي يقول هذا يشير إلى الخوئي يطب يمص الدام يبول على نفسه رجاء اعرض لنا الوثيقة رقم 37 من مجموعة وثائق كمال الحيدري وثيقة الشخة أتحدث عن شخة الإمام الخوئي قدس سره الشريف سره الشريف هذا الشاهده بيما هو يرجى هذا يطب ينصد دامن يقول على نفسه ولكن الشاهد يجيبون اسم جيره كنت واللطيفة من فيلم يأخذ شايدين جوا يقول لديه أنه شنو ما أقريب انه انت على سياراتي حرفوا لا تقعوني بليها هذا حرمت له سيدة حول سيدة ماناك بربوه راجيات هكوا راجيات بربوه راجيات مالي أنا سيار عن الفيار بربوه راجيات أحسن بالدريبة لإستاذ السيارات ثلاث سيارات موجودة بالغلب والله من أقلنا حسين نعم 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 موجود ثم ليه يشرحه ليه يشرحه شون يلبي مغير يكون له قال انت ببشي يطير والله عجيبة شبابنا والعوضات بيتة والنزل اللي كنفتراتي محكة سنة كل هم موجودة أحسن تاريخ دورة كل شبابنا أقول أفن عمي يكتبوه بوضوه طبعا يأشبت شي سنوي لك غير تستشب والله تنصد إمام العالمي أخو غيرك عمي وعمر سبحين سنة مو تقول لي أنه أنا ستكون حيث لك غبابنا أول ما أغل معيش مرجع طائفة سبك للتاريخ أبقى طائفة طبعا يشير خير فهذا هو الذي سيقود الجيوش ماذا تخفلون أنتم؟ هو يتحدث عن الفقيه الجامعي لشرائط قطعا يقصد نفسه رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه ابن الخوئي ابن الخوئي عباس الخوئي يتحدث عن أبيه ويقول هو لا يعرف شيئا غير الفقه والأصول الحقيقة يجب أن تقال لأنه خافي على العالم أنه والدي ما صرف أي طاقة أي وقت لدراسة العلوم الأخرى كالسياسة كالإدارة كالمحاسبة كالاقتصاد ماذا بس أصول أصول نعم الفقه الجعفري وبس تفوق بها بحيث يقولون لفترة ألف سنة ما أجى مثله شيخ الطوسي كان مثله أو ممثله أيضا على أساس الطوسي نمونا على أساس الطوسي نمونا يعني فتنمونا على أي حال هذا هو منطقهم هذا هو واقعهم هذا حديثهم كما للحيدري تلميذ الخوئي وهذا عباس الخوئي هذا ابن الخوئي وهذه الرسالة العملية التي كتبها الخوئي وهذا الهراء هو هراء الخوئي أي سفاهة هذه وأي سخفا تنقض أحاديث أهل البيت وتذهب إلى حيث يريد النواصب من التمسك بآيات الجهاد لكن في مواصفات مرجع التقليد تنقض الحديثة وتأتينا بجزم لا ندري من أين جئت به يتناقض مع القرآن بدرجة كاملة ما هو منهجك في الاستنباط وفقا لأي طريقة تستنبط هل تتمسك بالقرآن هل تتمسك بالحديث هل تتمسك بالإثنين هل ترفض الإثنين ما هو هذا المنهج هذا منهج عبثي منهج ضراطي هذا هو الذي يقدم لنا دينا محرفا هذا هو تحريف الدين عنواننا تحريف الدين الخوئي مثالا هذا هو تحريف الدين وإلا أي منطق هذا من أن المرجع الجامعة للشرائط في النجف يجيش الجيوش كي يحارب روسيا مثلا كي يحارب الصين ما هذا الهراء أي منطق هذا هؤلاء في أي مستوى يعيشون ما هذا الغباء هذا الغباء كله وهذا السفه وهذه السخافة كلها بسبب نقضهم لبيعة الغدير وابتعادهم عن حديث العتراء وعدم تفسيرهم للقرآن بتفسير علي وآل علي هؤلاء هم البتريون وهم المرجعيون وهم المقصرون هذا هراء الخوئي جنبه يريد يصير قائد للجيوش المرجع الجامع لشرائط الذي يشخ على نفسه هو هذا الذي سيجيش الجيوش كي يحارب الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ترجمة نانسي قنقر